بارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بنقشاته المختلفة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وكمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات اللي تم التوافق عليها 24 توصية تم الأخذ بـ 22 منها وكمان أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على الطبيعة الخاصة بالحبس وإجراء وقائي تستلزم وضرورة التحقيق طبعا لا يمكن الاستغناء عنه لكن المدد هي اللي بنتكلم فيها وكمان ما هي المجازاة أو اللي تم حبسه بشكل خطأ إزاي يتم رد اعتباره في مثل هذه الحالة تتحول العقوبة لتطبيقات مختلفة والعدل بيأخذ مجراء لكن كل طرف بيكون له الحقوق والواجبات وطبعا حقوق المجتمع والحق الجنائي لها لأن كمان فيه مشروع خاص بالإجراءات الجنائية بيتم منقشته دلوقتي في أروقة مجلس النور فيما يتعلق بتوجيه السيد الرئيس بالحبس الاحتياطي أو الفكرة الخاصة بالحبس الاحتياطي كان قرار مهم جدا لأنه القوى السياسية من فترة طويلة كانت بتطالب بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي خطوة سياسية مهمة تفعلت معها القوى السياسية هنحاول مع حضراتكم النهاردة نعرف أبعاد هذا التوجيه يعني إيه ضبط المدد القصوى أو الخاصة بالحبس الاحتياطي أهميته كمان كإجراء احترازي مهم جدا مش بس في مصر دول العالم كله بتتعامل مع الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بالإرهاب وغيرها من الجرائم تفاصيل أكتر معرفة أكتر لأبعاد توجيه السيد الرئيس مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود باسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي مناورنا ومشرفنا النهاردة أهلا بيكو نعرف سيد المشاهدين ببساطة أبعاد هذا التوجيه اللي اتخذ السيد الرئيس بناء طبعا على نقاشات الحوار الوطن خلينا أقول لك أنه قدام إجراء تاريخي في الحقيقة أنه يتم رفع التوصيات القادمة من الحوار الوطني في خلال 24 ساعة يوافق عليها السيد الرئيس ويحولها إلى الحكومة حتى تتحول إلى إجراءات تنفيذية ويتم البحث في موضوع البدائل ويمكن تم خلال النقاشات التي شرفت أن حضرتها في الحقيقة في خلال النقاش حول الحبس الاحتياطي في الجلسة الثانية بمقر الأجتمال الوطنية للتدريف في أكتوبر وكان النقاش والحقيقة كانت الملاحظة الرئيسية عندي أنه في صراحة شديدة جدا في طرح هذا الموضوع لدرجة أنه كان فيه ناس من الناس اللي اتعرضت لإجراء احترازي خاطئ بحبسهم بشكل خاطئ وكانوا بيقولوا شهادتهم للناس عن الوقع نفسها وعن الوقت اللي هم قضوه وده يمكن كان مثار يمكن دهشة عند كثير أنه دول موجودين معانا وبيتكلموا وبيتكلموا بهذه الطريقة وبهذه الصراحة الشديدة عن كل اللي حصل لهم خلال هذه التجربة لكن ده دفع القوة السيسيركات موجودة والأسادزة اللي كانوا موجودين في القانون وبالإضافة للمجلس القامح والإنسان لأن احنا رحنا قدمنا يعني تصور كامل عن بداي للحبس الاحتياطي وطبعا إحنا هنا بنستلهم التجربة الدولية يعني فيه تجربة دولية كثيرة في المسألة دي أنت عندك مثلا يعني الحبس الاحتياطي محدد المدة في مكان محدد أنه ما يخرجش من دائرة معينة جغرافيا لمدة محددة الأساور الإلكترونية اللي هي مرتبطة بالأمار الصناعية وغيره المدة نفسها كمانا آه آه بالزبط فبداي الكثيرة موجودة وفي دول كتير بدأت تطبقها وإنت قدامك بقى الإجابات والسلبيات بتاعت يعني أنت قدامك الخيارات كلها فهنا اللي بيحدد المسألة دي بقى هنا الحكومة هي اللي هتنظم الموضوع ده مع التوصيات اللي رفعها الحوار الوطني وفيه حاجات كتير إيجابية الحقيقة وربما نجد منها إيه أبرز الحاجات أبو؟ كنت لسه هسأل حضرتك إيه أبرز الحاجات اللي في التوصيات وبالتالي هي دلوقتي على طاولة الحكومة يمكن أهم حاجة في التوصيات ودي جات فيه بيان السيد الرئيس أنه ما تتحولش الإجراء الاحترازي إلى عقوبة يعني هنا كان فيه البعض ممكن يعدي عليه أكتر من سنة أو أكتر من شهور في قضية محددة هنا محتاجين من الجهد القضائي والجهد التشريعي أنه لا تتحول في حد ذاتها إلى عقوبة فبالتالي هنا نحدد بقى معدد من الجرائم مثلا أو نحدد عدد من المدد مثلا تبقى لا تتجاوز أنه يبقى فيه تدريبات أكتر للمنفذ القانون السادة وكالاء النيابة والسادة القضاء فيه مسألة علاقة ما بين تنفيذ القانون وحقوق الإنسان ودي كثير من القضاء في مصر بيبقوا مهتمين بها في الحقيقة لأنه ده ما صار إحنا ماشيين فيه بقالنا فترة وبقى عندنا بالفعل يعني تراث قانوني كده وتشريعي بيحترم حول إنسان على مدار السنوات الماضية في كثير من القضايا فبينضم لها دلوقتي الحبس الاحتياطي وهنا أنت بتتكلم على يعني مشهد وليه أنا كنت بقول تاريخي لأنه هو مشهد فيه احترام شديد جدا لمسألة حول إنسان وأن أنت بتتعامل معها باعتبرها جزء من عملية بناء الإنسان المصري اللي هي بتجري الآن واللي ربما الحكومة مهتمية بيها أن حول إنسان وتوفرها في المجتمع والاهتمام بها بهذا الشكل جزء من عملية جودة الحياة اللي بتقدمها للمواطن أن أنت عندك المواطن في مصر المواطن في الجمهورية الجديدة بقى ما عنده حقوق زي وزي أي دولة كبرى في العالم يعني أو على المسار أو على الطريق ده لأنه في الحقيقة ولو نتكلم على الحبس الاحتياطي المشكلة بس ما كانتش موجودة في مصر اللي يشوف مثلا التحقيقات في فرنسا في ألمانيا بعد الحوادث الإرهابية اللي كانت موجودة في السنوات الماضية سيجد أنه نفس هذا الإشكال كان بيواجه السلطات الفرنسية إحنا مش بنلغيه بس بنعدل في إجراءاته وفقالياته أكيد ما ندرش نلغيه إجراء وقائي لأنه ده حق المجتمع لأنه ربما يكون مدان وربما لا يكون مدان السيد الرئيس بالأمس كمان وجه بضرورة التعويض الأدبي والمادي لكل من تعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ ودي فيها إشارة مهمة جدا أنه أي شخص ممكن في أي قضية حبس لفترة زمنية طويلة في بعض الحالات له الحق علينا كدولة وكمصار للعدالة في مصر أن يعوض ماديا وأدبيا شفت الإشارة دي إزاي؟ إشارة مهمة جدا ودي كانت من ضمن التوصيات اللي كانت موجودة أنه جبر الدرر مهم جدا لأنه ده جزء من تنظيم مسألة حول الإنسان بشكل كامل أنه ما ينفعش حد يتعرض لعقوبة وهو يعني مش مدان أو مظلوم فبالتالي هنا المجتمع والحكومة مطالبين بأنهم يجبروا ضرره خلينا أقول حددتك أنه كان فيه نقاش على مدار سنتين بدأ من تنسية شباب الأحزاب مع المجلس قوم حول الإنسان وانتهى إلى لجان الدمج والتأهيل لجان الدمج والتأهيل دي جهد شبابي حقيقي قدر أنه يعني في بعض الشخصيات اللي خرجت يعني فيه قوام العفو بدأوا يشتغلوا عليهم أنهم رجعون تاني شغلهم وبدأوا يرجعون تاني للمجتمع وبدأ يبقى فيه نوع من أنواع كده رد الاعتبار رد الاعتبار بالزبط وده عمل أنا بتصور أنه كان عمل مهم جدا ويعني مهم أنه نشكرهم عليه الحقيقة لأنه قدم وأنا بنفسي يعني شاركت فيه إدماج بعض الزملاء اللي خرجوا يعني فكان عمل مهم جدا وعمل إنساني بشكل كامل وتجربة جميلة جدا في مصر كانت مصر أعجاب حتى لما كنا نتكلم فيها فيه اللجان التعاقدية اللي موجودة في الأمم المتحدة في جينيف لما بنسافر وبنتكلم مع عمل تجربة كان فيه ترحيب شديد بيها وشايفينها بشكل إيجابي جدا وده المصر الإيجابي التراكمي اللي مصر تسير فيه الآن خلينا أقول لحضرتك أن البعض ربما يعني يعني يبقى سقف التوقعات وأنه الموضوع يتحل انتهى وأنه لا هو حقول إنسان عملية تراكمية أنت هنا بتبني طوبة فوق طوبة بتحول طول الوقت من أنت تطور وتحسن في الأوضاع هنا بتتكلم مش على أن أنت عندك إشكاليات أو تحديات ولكم نتكلم على وجود إرادة سياسية أن أنت تحل هذه الإشكالات وملفات العليقة بعضها ملفات بقلوسة نوات طبعا فيها يعني رغبة قوية طبعا في الاحتكام للدستور والقانون وفيما يخص حقوق الإنسان ببنوده المختلفة لكن كمان نتكلمنا عن مشروع الإجراءات الجنائية لأنه بيتموا منقشته هل في نقاط التقاء ولا نقاط اختلاف بينه وما بين الأليات اللي عايزينها في الحبس البات سياضي لا بالتأكيد هو بالعكس يمكن في التعديلات الأخيرة للقانون هو لم يصدر يعني ولكن اللي سمعناها من اللي جان واللي شفناه واللي تبعناه يعني من عملهم أنه بالعكس هم شايفين أن المسألة يعني حطولها بالفعل حدود قصوى يعني بنتكلم على لا يزيد عن سنة أو لا يزيد عن ستة أشهر يعني بنتكلم 18 شهر بحد أقصى على حسب ما أتذكر يعني لأنه مش متذكر قوي المدد اللي تقالت في خلال النقاش لكن خلينا أقول لحضرتك أنه هم حطوا ده في اعتبارهم وحتى وإحنا بنناقش التعديلات دي في خلال جلسة الحوار الوطني كان موجود الدكتور طرق رضوان رئيس لجنة حول إنسان في مجلس النواب واتكلم على التعديلات اللي هم وصلوا لها وانتهوا لها في البرلمان وانت تصور أنها متقدمة جدا وحققت كتير من المعايير في الحقيقة لأنه هنا حصل تعاون مهم جدا ما بين اللجنة المجلس قوم حول إنسان منظمات حول إنسان فهنا كان فيه دائرة استماع كبيرة عشان يوصل في النهاية إنه يطلع قانون يبقى متوافق مع كل هذه المعايير وهنا اللي كنت بقول حديك عليه لفكرة المكون الحقوقي اللي هو موجود النهار ده بالفعل في العقل التشريع المصري وفي إدارة الدولة المصرية وإنه فيه إرادة سياسية حقيقية موجودة إنه ده يبقى موجود بعد كده في مصر إنه حقوق الإنسان يتم احترامها جميل والعمل عليها وتحسنها طول الوقت بالإضافة إلى عمليات بناء الإنسان اللي جارية والاهتمام بالإنسان المصري استجابة السيد الرئيس لها أثر حقوقي وقانوني ولها أثر سياسي مهم جدا وده سؤالي لحضرتك لأنه السؤال كيف تفعلت القوى السياسية لأنه كان فيه مطلب بعض الأصوات السياسية كانت بتنادي بإلغاء الحبس الاحتياطي تماما وإنه ده يعني فكرة بيش موجودة في أي مكان في العالم القوى السياسية بالأمس المهتمين بالشأن العام السياسي كيف تلقوا هذه الاستجابة والأثر السياسي لتوجيه الرئيس خلينا نقول حضرتك أنه الأثر السياسي ده بتشوفه في أنه الحوار الوطني نجح بالفعل في أنه يقدم نفسه كتجربة حوار في ديمقراطية تشاركية تقدر أنه في طول الوقت مسألة التفاوض مع الدولة بشكل ناجح ويستجل ناجحة يعني أنت طول الوقت بيبقى كان عندك إشكال في أن أنت تتكلم مثلا وإنت بتتكلم مع الدولة في الدولة عندها الهاجس الأمني مثلا هو الهاجس الأمني دوان هو اللي بيحركها طول الوقت مع التحدي التالحين بنشوفها طول الوقت في المجتمع وده أمر مقدر لأنه الحكومة مسؤولة عن أنها تحمي هذا المجتمع وهنا هي بتمثل المجتمع فيه أن هي بتتصدى عن أي جرائم ممكن تبقى مؤثرة عليه وهنا بنتكلم تحيي على الجرام الإرهابية لكن لما نجي نبص على إزاي الحوار الوطني بالحوار والتفاوض اللي حصل وإنه كل القوة موجودة من أقصى اليمين لأقصى اليسار إنه شطاء وغيرهم موجودين وبيتناقشوا وما فيش سقف للحوار يعني أنت بتتكلم هنا على أنه هذه الألية الخاصة بالحوار الوطني نجحت بالفعل في أنها تقدم نفسها كوسيلة تفاوض اجتماعي مهمة جدا صيلة اتصال بين القوى السياسية وبين إدارة الدولة المصرية بشكل فعال جدا موجودة بالاشتراك مع البرلمان في أنها تقدم توصيات وتقدم بدايل وحلول طول الوقت للقيادة السياسية والقيادة السياسية مع الوقت وهي صاحبة الاقتراح في الحقيقة أنه يبقى فيه حوار وطني بتهتم بيه ومهتم بإنجاحه بالاستجابة للتواصلات الموجودة منه والنقاشها داخل للحكومة فبالتالي أنت بقى عندك أكتر من آلية تقدر أن أنت تروح لها وتبتدي تتكلم معك قوة سياسية وهذه القوة سياسية تجد استجابة في النهاية من هذه وكثيرا ما كانت تستهدف مصر من تقارير خاصة بحقوق الإنسان من بعض النقاط كده يعني مصر على العلن بتقول أنا براجع وبعمل خطوات تفيد المواطن وتفيد المجتمع بما لا يبقل بأي من الحقوق أو الواجبات يعني خلينا أتحفظ على المسألة دي للسبب أنه لما نيجي نشوف حركة حول إنسان في مصر فيها شقين شقي بيستخدم الضغط الخارجي وده أتصور أنه شق يعني فشل بالفعل في أنه ينجز أي إنجاز على الأرض وفي شق تاني راهن على أنه بالتفاوض نقدر نوصل لحلول نجح في أن يبقى فيه استراتيجية وطنية حقوق الإنسان تفاوض وطني وعمل وطني بالفعل لا يعني ما بشوفش فيه فكرة الضغوط الدولية كتير يعني الناس بتكلم عليه آه ما هو بيبقى فيه ضغط دولي وفيه ضغط دولي على كل دول العالم يعني ما هو احنا عندنا دلوقتي مثلا الانتهاكات الإسرائيلية وفيه ضغط دولي لكن في النهاية الانتهاكات المكملة يعني ما حدش قدر يوقف نتاني عن الكوارث اللي هو بيعملها لكن هنا بنتكلم على أنه عمل وطني بالفعل حوار وطني تم واستراتيجية وطنية وضعتها منظمات مصرية مؤسسات مصرية هي دي اللي وضعت أجندة عمل الدولة المصرية فيه مسألة حقوق الإنسان فهنا بنتكلم على أنه الرهان على التفاوض الاجتماعي داخل الدولة المصرية بحس وطني أو بدافع وطني أو برغبة صادقة أنه هذا المجتمع بالفعل مش عشان أنه حد يرضى عننا لكن عشان المواطن المصري هو اللي يرضى عن بلد الصالح العام بالضبط فهنا إحنا بنعمل واقع جديد للمواطن المصري يقدر يصل فيه لحقوقه بشكل كامل يقدر يشتكي أي حد يقدر يصل لحقوقه في أي وقت وده المصار اللي بتسير فيه الدول لما تتقدم فهو ده المصار اللي بتصوره أنه تتقدم به مصر للأمان بعض الجرائم بتطول فيها التحقيقات بعض الجرائم دلوقتي بقت جرائم معقدة يعني فيها أطراف سواء داخليا أو خارجيا فبالتالي هنا استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي ووقائي عشان نوضح برضه الصورة للمشاهدين من في بعض الأحيان فيه كده ثقافة قانونية مغلوطة عند الناس كلمة حبس الاحتياطي كأنها نوع من أداة من أدوات القامع يعني يعني بصراح حبس الاحتياطي فأنا دي أداة قامعة للناس لكن هي لها وجهة آخر مهم للتحقيقات للتوصل إلى نتائج معينة حابين نوضح الجانب ده وأن الجانب ده بيش بس موجود في مصر بموجود في دول كتير بالتأكيد هو إجراء احترازي بيحتاجوا سلطات التحقيق أن هي تقيد حرية شخص ما متهم أو هي شايف أنه متهم أو فيه دلائل أنه متهم لفترة محددة من الوقت لحين انتهاء هذه التحقيقات والحين انتهاء المسار القضية اللي موجوده أنت للأسف الشديد التطور اللي حصل في الجريمة الإرهابية وهنا بختص لأنه هو الاشكال بيبقى دايما في الجرائم الخطيرة اللي من النوع ده لأنه الجرائم الأخرى بتبقى جرائم ربما تصل فيها إلى دلائل سريع آه سريع عليها تمام لكن الجريمة الإرهابية بقت معقدة تخططها معقد أنت ممكن تلاقي متهمين وده شفناه كتير لما بنجي نقرأ القضايا الخاصة به هذه القضايا تحديدا بنجد المتهمين بيبقوا متفقين مع اللي ادوهم الأموال عشان ينفذوا البتاع أطرفها كتير وهو يدي معلومات مغلوطة أجهزة دول استراتي يدي معلومات مغلوطة تخليك تدور فيه مناطق كتير جدا في توقتات وبتتكلم مثلا على بشر كثيرين يعني فهنا سلطات التحقيق بتحاول هنا توفر لأجهزة إنفاصل القانون الوقت أنه هو يقدر فيه يصل للجاني الحقيقي أنت في كل الأحوال عايز استصل لمن قام بهذا الفعل ومن قام بهذه الجريمة ده الأمر بقى يحتاج وقت طويل لأنه التطور التكنولوجي والتطور التقني اللي موجود في هذه الجرائم ومنها جرائم كتير عبرة للحدود صحيح وبتحرك فيها شخصيات والمتورطين والفعالين بيها يكونوا خارج البلاد وكثيرا من الأوقات يقول لك المتهم ده أن شخص طيب وأسرته ومش عارف مين وبيعمل إيه وتكتكفش أنه هو اللي قام بهذه الجريمة وهذا الوجه الملائكي هو المجرم في النهاية وده بتحصل كتير وحصلت كتير وقضايا عندنا كتير من ضمنها قضية اختيال النقاب العام عشان بركات لما دي يبص على الورق بتاعها هتجد كثيرا منها التعقيدات خلتك طول الوقت مش عارف تصل للجاني الحقيقي لغاية لما وصلت له في النهاية وبدأوا ينفو تماما التهمة وبدأوا ينفو رغم أن الدلائل اللي أنت وصلت لها واللي فيها أنت قدرت تتوصل لللي بيحركهم في دول أخرى يعني أكدتلك بالفعل أن هم دول اللي قاموا بعزيه الجريمة فبالتالي أنت النهاردة محتاج عشان تحمي المجتمع وعشان تحمي استقراره وأمنه لازم يفضل موجود هذا الإجراء وده إجراء متعرف عليه وإجراء مهم جدا وهنا لازم التوزن ما بين حقول إنسان والأمن الاتنين لازم يمشوا جنب بعض مفيش واحد يقدم على التاني لكن الاتنين لما يمشوا جنب بعض تحمي المجتمع وتوفر في الآخر أنه ما فيش إنسان مظلوم يتعرض لهذه العقوب احنا بنشكر حضرتك شكرا كبير لأستاذة محمود دباسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شكرا شكرا شكرا